اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة ببرنامجكم مستشارك العقاري مع اي ام اي ام هي شركة مصرية سودانية اول شركة في جمهورية مصر العربية تجمع بين مصر والسودان في شراكة تسويق عقاري الحمد لله رب العالمين شركة اي ام وفقت في انها تحصل على شهادة الايزو في الجودة وخدمة وارضاء العميل شركة اي ام سفرت سنة اتنين وعشرين الى السودان وعملت معرضها في برج الفاتح فندق كورنيسيا بشراكة مع شركة تشالنج كانوا شركتين اي ام وتشالنج قاموا بعمل معرض كان اول معرض لشركة مصرية بالسودان الحمد لله رب العالمين اي ام بتمتاز انها ما بتاخدش فلوس من حد اثناء العرض يعني كل المطورين بيسافروا على نفقتها الخاصة المعرض التاني والتالت والرابع كانوا بمقر الشركة تمانية واربين عباس العقاد عام تلاتة وعشرين عام اربعة وعشرين اتعمل المعرض الخامس وده كان بالزبط سبعة وعشرين ستة والمعرض السادس والاخير اللي افتتحوا سيادة سفير دولة جنوب السودان السفير كوال نيوك كوال هذا المعرض اتعمل فيه اربعتاشر تمانية الماضي النهاردة خلونا نرحب باخ وصديق عزيز سوداني الجنسية ولكن هو متحسش منه ان سوداني هو مصري الجنسية مصري وسوداني خلونا نرحب بالاخ العزيز الفاضل الفاضل محمد ادم هو مستشار قانوني وباحث سياسي كبير وثقافة سبعة عصره بمراحل عديدة ولما تتكلم معاها تحب قرابة الشعب المصري بالشعب السوداني قوي والحمد لله رب العالمين وفقنا في ان احنا نكون مع بعض في رحلة كاملة في العاصمة الادريان بارح رحلة كترحلة وافية بصراحة ادرنا ان احنا فيها ندخل الحي المالي ونشوف الشواء ونشوف العماير ونشوف الكمبوند على الارض الواقع وادرنا ان احنا ندخل فيها في الحي المالي والحي السكني والحي التجاري وروحنا مول شغال وروحنا عند البرج الايكوني وروحنا عند مسجد مصر وكانت جولة كبيرة قوي خلونا نرحب بالمستشار الفاضل اهلا وسهلا بحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم كل الشكر البشمهندس الاخ الصديق عبدالحفيز محمد عبدالجادر عبدالحفيز طبعا يعني هو مصر الجنسية لكن سودان الهوى و حبيبي ده جرب ليه وسودان الوجدان يعني حبيبي الله يخليك فالواحد منذ يعني مجيه مصر حاسي انه هو مغرب هو بلده وهما زي الامثال البشمهندس عبدالحفيز يعني هما اللي بحببوك في في البلد دي وبيخلوك يعني تحس بانه انت البلد دي برضو بلدك انا حقيقة اتشرفت جدا بالمعرفة دي وان شاء الله ربنا يعني ربنا يخليك ربنا يكلمك ربنا يخليك مستشار الفاضل عرفني بنفسك اكتر عن السايكل بتاعك والحياة المهنية انا الفاضل محمد انا محمد سعيد محمد مستشار رانوني في السودان كنت عملت في مشاريع عديدة منها الشركات تأمين ومصانع سكر ومؤسسات تانية ومهتم يعني في المجال بتاع السوق يعني في التطوير العغاري وكده حتى في سودان كنت بدأت المشروع ده لكن بنسبة لظروف الحارب وكده انتغلنا لمصر نعم لحد ما الحمد لله يعني التغينا بيكم ده شرف وفقر يعني شركة اي ام اللي جت هو في نفسنا يعني احنا حس من اول دخولنا للشركة الواحد حس انه هو في بيته صراحة بنكرمك دي الشدع تز بيدي وسانع يا الله يعني الحمد لله يعني انا حسيت انه انا مغريب انا في شركتي انا في مؤسستي بدأ عمل مع ناس مش كأنه اول مرة بدأ عمل معهم بل بدأ عمل معهم من سنين طويلة بسهولة التعامل يعني والشفافية وكده فان شاء الله يعني اه 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 نحنا وانتو اه نمشي لجدام اه نحاول نخدم اخوانا السودانين بزات الناس الجميل الحرب هنا وعندهم اه الرغبة في انه اي انتلكوا اه مواقع تجارية واشيجة سجنية تعاودهم عن اللي فجدوا في السودانين نعم نعم قولي يا معالم الشار بعد زيارة حضرتك عملي عالطبيعة الى العاصمة مبارح ايه اللي وجدته يعني يعني ايه اللي شدك مبارح في الزيارة ايه اللي انت حسيته والله في حديث الامر يعني انا اتفاجأت جدا اه اه مصر بتمتلك جوهرة اه بتمتلك اه اه عظيم اللي هو العاصمة اللي داري جديدة يعني اه الشكر كل شكر لسعادة الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي اه الرجل وضع بصمة كبيرة جدا ويعني يعني اه وضع اه عاصمة او مدينة هي ما للمصرين هي اللي كل العرب والافارغة لانه انا اتفاجأت بصروحة العملاغة اتفاجأت بال بالتكنولوية اتفاجأت بال بالتطور العغاري يعني انا شفت انا شفت بشفت ببنايات حديثة يعني هي مدينة اه من مش من الجيل الرابع انا بعتبر انه هي من الجيل الخامس والسادس والسابع يعني نعم وهي تنافذة عالميا كبيرة جدا بما تمتلكه من من منشاءات تمتلكه من المناسبة احنا الان بنعرض لاخوتنا السادة المشاهدين الفيديو الطبيعة بتاع زيارة امس طيب اه تأكيدا برس الكلامة انا عايز ازود من الشاعر بيت انا بقول والله اني فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ده كرم ورزق من الله سبحانه وتعالى بعته الى الشعب المصري في عام الفين واربعتاشر كرم كبير جدا لحق مصر كانت مصر اخوانا وكانت مصر مهتكة وكانت مصر مفتكة وكانت مصر ما اعلم بها الا المولى بعد السنة اللي حكمها الاخوان الحمد لله رب العالمين ادر ان هو يرجع مصر تاني الى هبتها ولحزة معالي المستشار في والله بعض الاعلامين بيطلع يطبل عقناة انا ما بطبلش انا صريح واللي في قلبي بقوله الراجل ده تعالى نفكر النهاردة ان احنا بنتكلم في 174 الف فدان 174 الف فدان كانوا صحرة صحرة طريق مصر السويس الصحراوي الراجل وقف وسط الطريق قال نعمل هنا عصانة اقدارية بيتكلم في 174 الف فدان نقل وزارات ونقل سفارات ونقل المطار ونقل وعمل برج ايكوني ترتيبه على طار افريقيا رقم واحد وترتيبه على الشرق الاوسط رقم اتنين بعد برج خليفة الكلام ده كل قوة مسجد مصر المسجد رقم اتنين انا اتفاجأت حتى بالدور الدينية سوى كان الكاتريديا واول المسجد هم على اعلى مستوى وبرده ندي للراجل حقه معالي المستشار مصر تعتبر نقطة المنتصف تعال نبص نلاقي ان في ليبيا فيها مشكلة واعراق فيها مشكلة وسوريا فيها مشكلة ولبنان فيها مشكلة ويمن فيها مشكلة والسودان فيها مشكلة والراجل بيبني يعني عايز قوة ايه اكتر من كده فبجد والله ده كرم كبير من الخالق سبحانه وتعالى اني يرزقنا في فخامة الرئيس عفتاعة تيفي لاني خلي بالك ان اول ما الراجل ده عرض نفسه الراجل ده كان معرض للقتل في لحظة فهو كان شاير روحه على يده وده ده يعني عايز اقول حاجة انا بفتخر اني اني انا من 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 البلد اللي فيها مصطة رأس هذا الرجل انا من الجمالية وبفتخر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي مما واليد حي الجمالية سيدنا الحسين فالحي ده حيرجال اوي يعني لن يخشوا الا الله نحن كسودانيين بنشكر ليه اول شي يعني بعد الحرب اللي حصلت دي يا باشمانز عبدالحفيز كان عنده السبق يعني كان عنده السبق في انه افتح مصر للسودانيين يعني واستقبل كل السودانيين ورحب بيهم وصرح بيها في انه اه البلد دي هي بلدهم نعم 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 بتعيش وعندهم الحجوم كده نعم نعم فالراجل يعني ان شاء الله ربنا نجزي عنا كله خير اه راجل اه يعني مفخر اللي انا نحن كعرب قبل المصرين الرئيس عبدالفتاح السيسي شهادتك دي والله يعتز بيها وحاجة جميلة بجد والله انت اسلكت قلبي بالكلمات دي اعتبر انه اه غايد اه يعني اه مشهود له بالمواقفة الجوية جدا وان شاء الله ربنا يوفقه على يده مصر التمشي ويحاول اسلح لنا ذاته المشاكل في كل الوطن العربي يعني وربنا يصلح حال السودان وتطلع احسن ترجع احسن من الاول دا قولي مع المستشار الرسالة اللي تقدر تقدمه لاخوتنا السودانيين اللي ما شافوش في سودانيين بيسمعه يقول لك عاصمة در ايه عمدي بعيدة اودي في الصهر عاصمة در ايه بات صوتها انت اللي شفت بعينك انت شاف ايه بص يا بشماندس انا زي ما كنت بتكلم معك قبل الحلقة انا قبل ما ايه على شركة ايمال عغارية كنت بسمع من الشارع المصري وحتى السودانيين في انه العاصمة الاداريج الجديدة هي لفئة معينة من المجتمع يعني اللي هم الميسورية الحال او الاغنية يعني لكن اتفاقأت في انه شركة اي ايمال العغارية للتطوير العغاري هي قدمت برزمتاشن قوي جدا في انه بحكم معرفتانا بالسودانيين اللي يوا على الغاهرة وفقدوا منازلهم وكده وحتى الناس اللي يابوا معاهم بكل سهولة ويسر هو ممكن يمتلك محيل تجاري ومحيل سكاني شقة سكانية وممكن يزود عليهم كمان لانه الاتفاجأت به صراحة من خلال كم العروض انه كم العروض اه والله يا بشماندس يعني انت بتحط ما بتحط فلوسك تفاكر حاجة من العروض دي تقدر طولنا انا انا كنت بتناغش معك في انه ادفع ادفع انا ادفع كاش قيمة وحدتك السكانية كاش واخد واحدة ببلاش نعم يعني حتقول متخرب طبعينة جدا يعني دي واحدة من العروضة الجميلة جدا والعرض الثاني اللي فاجعني اللي هو بتاع المحيل التجاري في انه انت ادفع فلوسك وتمحيل تجاري واخد شيكات ويسترد نفسي فلوسك يعني نعم فانحنا ان شاء الله انا اشجعني في انه اخش معاكم في اي ام لتطوير العغاري في انه هي شركة سابقة جدا وشفافة جدا في التعامل وشفت السودانين ولاحظت يعني في دخولي للشركة لاحظت يعني كبارات الغدا ويعني رموز المجتمع السودانين وكيف كانوا يعني اتعاملوا بالقريحية وجدروا من خلال اي ام في انه هما بكل سهولة انه يمتلكوا محلات تجارية وشورك السكنية وان شاء الله لاحظت مبارح لاحظت مبارح وانا بيتكلم مع حضرتك اني كنت حضرتك معجب بكلمة اه الدمانات هي الجيش المصري طبعا قولي ايه يعني ايه اللي عاجبك في الكلمة انا كنت بقول لك يا باشماند العبدالحافظ بقول لك ان احنا السودانين دايما يعني الواحد انه ما نجي يستسمر عندي شوية خوف كده ورهبة في انه ممكن انت تخط فلوسك وما ترجعلكش لانه ايه الضامن في انه انا استرد فلوسك نعم لكن اه انا ممشيت ووجفت على العاصمة الادارية وشفت بنفسي اه كيف الجيش اه مشرف على العاصمة الادارية وكيف الوزارة الاسكان هي متواجدة في قلب العاصمة بالضبط كده وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فدي والجيش المصري ما في بمان اكتر من كده في انك تتعامل مع الدولة مباشرة نعم عبر اللي هو الشركات التطوير والتسجيل يعني ان احنا سواء كان العميل او الشركات نحنا كلنا تحت رغابة وضمانة الجيش المصري ووزارة الاسكان نعم فما في ضامن اكتر من كده وانا بوجه رسالة لكل السودانيين في انه جمدوا قلبكم زي قول المصريين والله العظيم انا بقوله بكل امان وصدق وانا زول المحان والشرق عنون انه اطلعت على كيفية تداول العقود وكيفية التوقيع وكيفية التعامل في انه بيقلب جامد جدا الناس تحاول تجي تصلنا في اي ام للتطوير العغاري وحتجي ما يسرع ان شاء الله وبابسط يعني ما تدخيل ما تسمع الالغام الكبيرة اللي هما الناس بيقولوا عنها ملايينة ضلارات وكده لا الناس هتتفاجأ انا منتجي انه تشوف العروض كنا احنا اتكلمنا شوية في الشركة انا قلت لحضرك انا عندي مية واحد وعشرين طريقة للدفع لو معك صفر في المية مقدم ينفع يعني لو الوحدة دي عاجبتك قيمتها ستة بليون جنيه وانت ممعكش خالص ولا جنيه وعايز تمدي العقد النهاردة خليك تمدي العقد النهاردة وهنقلل مدة الاسط انا معي خمسة في المية يبقى ندي اربعة سنين انا معي عشرة في المية يبقى ندي تمان سنين وهكذا انت اللي بتحدد كل حاجة لو بتذكر حضرتك باش مهنس انا وقحت لك سؤال قلت لك انت بتحكي ليه عن العروض دي فليه ان الناس بتقول انه هي العاصمة الادارية غير متاحة للفئة قلت لك هي العاصمة الادارية دي ووجدت لحتى صغار المستثمرين في انه ينموا كثت طبقات المستثمرين بالضبط كده صغار المستثمرين في انه ممكن ينموا اموالهم دي من خلال امتلاق عغار ومحلات تجارية وبالتقدم اللي انا شايفه في العاصمة الادارية دي اذا ما قدرنا نحنا من اسي نكون جادين في انه نحنا نزبق اي وحد يزبق التاني في انه يمشي معلم الشار انا عندي مكاتب ادارية بدأ من 1.6 يعني بدأ من مليون وستمية العشرة في المية بتاع المليون وستمية دول مية وستين الف يعني ثلاث تلاف ومئة دولار اقدر امتلك مكتب اداري بثلاث تلاف دولار اعتقد دول تمن غدوة والله العظيم معلم الشار انا عندي انا عندي برضو بداية الوحدات السكنية من مليون وثمنمية عندي استوديوهات بدأ في العاصمة الادارية من مليون وثمنمية فاحسن الشركات واطبر الشركات كمان بتاع المتخصصة في التطوير العقاري مش شركات سمول لا اولا انا احب اوضح لك حاجة واوضحها لاستاذ المشاهدين مفيش شركات صغيرة تمسك شغل في العاصمة بالضبط لان العاصمة ليها كده شروط مش اي حد بيدخل لا انا انا رحت وبصيت وشفت يعني جماعة العاصمة الادارية عايزة اطمينكو هي موضوع مش سهل مفيش حد ينفع يتلاعب ده مشروع قومي ده مشروع الرئيس واخده على عاطقه هو رقم واحد من انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسيا انجازاته لا تعد ولا تخصى بس ده المشروع الاول موضوع مفوضش الظهر خالص على العاصمة الادارية جديدة ده مستقبل دولة كامل مع المشار الكلام معك ما بينتهيش وانا سعيد جدا 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 برقائك انا عندي بس حاجة بسيطة كنت داري عبدالفتاح يا باشماليس اللي هو منذ بداية الحرب والناس اللي نزحت هنا وحاولت اجرت اخصم بالله العظيم بالفلوس اللي اجروا بيها وصرفوها هنا كان بكل سهولة انه يمشي يمتلكوا عغار ومحلات تجارية طب ينفع عقلي بالكلام اللي بتقوله ده عملي بسرعة يلا في دقيقة انا هقلبولك عملي في دقيقة يلا انتهو معك دلوقتي 100 الف دولار الدولار بالخمسين النهارده تم القطع بى تسعة واربعية يعني كده معاك 4 مليون وتسعمية حط 1 4 مليون وتسعمية دول هم عبارة عن 4 مليون وتسعمية حوطهم ف الدولاب عندك المئة الف دولار ثلال يعني 10 باقي كله باقيه 10 تلف دولار تموت خيل لما المدام عندك كل يوم تسحب ورقة 100 دولار عشان تروح تفكها شير ورقة 100 دولار دي بتعمل اا 4 تلف وتسعمية جنيه بتبعت تجيب ثلاثة كيلو لحمة السوداني مستمية وخمسونية بتاعي الكوديد يبقى ثلاثة كيلو دول عمليل ألفين جنيه يبقى مع المدام حوالي ألفين وتسعمائية هنجيب شوات خضار وشوات مش عارف إيه خلسة المئة دولار هتأهت الأكل ده أكرنا يومين وهنسحب ورقة تاني بمئة دولار أنا عايزك تتخيل يعني خلينا وقعين أني معلش أنا آسف يا كلمة يعني تقيلة شوية خلينا وقعين ما فيش سودان قبل أربع خمس سنوات ولا فيش سودان بكرة صبح خلينا وقعين في سودان عايزة تبني من جديد عايزة تلات سنوات بالزبط كده وفي سنة للأمان عشان توافق إن زوجتك تنزل تسوق العربية ويا لابسة ذهب ومعان بايلها ومعان أرشة في شنطيتها وسائع العربية راح أتوادي لعي المدرسة عشان ناصر إيه للأمان ده وإن محدش يوقف أوليات العربية عايزين سنة للأمان يبقى أنا بتكلم في أربع سنين من النهاردة طب إيه رأيك إن بدل ما كنت أنا حطيت الفلوس دي في مصر في الدولاب وعمال بقول أسحب مئة دولار في مئة دولار في مئة دولار وده غلط طب أنا كان عندي حل تاني ما أنا كنت حطيت حطيت الأربعة مليون دول ولا الخمسة مليون دول في محل تجاري في العاصمة كاش وكنت خدت أربع شكاة رميتهم في البنك عندي في حفابي وعلى الأقل لكالت وشيرت بالكلام ده يا فندي مشيحنا نقض أربع سنين أربع سنين دول يعني أربعة في اتناشر بتمانية واربعين على مرجع بلدي صح طب أنا لو عايز شقة النهاردة محترمة كويسة فإيجار الشقة في مدينة نصر إيه المعقولة تلاتين ألف جنيه طب وعايز أكل واشرب ودخل العيال مدارس واتعالج وابس مجلة من تلاتين أربعين ألف أخليها خمسين ألف خمسين وتلاتين تمانين قول مئة ألف كمان دي مئة ألف مئة في الأربع سنين يدوني أربعة مليون تمامية ما هم تقول وكت جيت كمان أربع سنين لقيت محلي موجود ساعتها زاد خمسة وعشرين في المية خمسة وعشرين في المية خمسة وعشرين يبقى زاد مية في المية في الأربع سنين يبقى المحلي اللي أنا كنت أخده بخمسة بقى بعشرة وأنا كلته وشربت بالخمسة الأساسين ومعايا محلي دلوقتي بعشرة لو رميت ورمي كده هرمي بسبعة مليون بتمانية مليون انا خدت وانا مسافر بلدي سبعة تمانية مليون من قيمة المحل اللي انا استصمرت بدل ما اخد مالدولاب لان اللي بتاخد مالدولاب ده ما بيرجعش التالي بتهالي كده انا وضحت الصورة لا وابحة جدا وابحة جدا نفس الكلام اللي كنت عاوز اقوله يعني انا بوجه رسالة لكل اخوات من السودانين في انه تعالوا اصلونا في اي ام للتطوير العغاري فيما كانها اي ام دي مدينة نصف الشارع عباس العقاد 48 دور الخامس حتلجونا جاعدين ان شاء الله وابيزن الله يعني اي حد يصل هناك حيرجع مبسوط وحيرجع شايل العقاد انا سعدت جدا باللقائك سعدت جدا باللقائك النهاردة وسعدت جدا 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 بمعرفة حضرتك وربنا يجعلها معرفة خير ودايما مصر والسودان يعني اعرف اللي واو ده انا ما بحبوش مصر السودان دي جزء واحدة انا معارضي كلها بسميه معرض مصر السودان التالت مصر السودان الرابط واو ما بحباش لاني ما فيش تفريقة بين الاثنين الاثنين بلد واحدة في الدين وفي الارض وفي المية وفي الثقافة وفي كل شيء شكرا لحضرتك وانا سعدت بالقاعة حلونا نخرج فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله شركة اي ام للتسويق العقاري والتشتبات مستشارك العقاري تحمل الجنسية السودانية وتود الحصول على عيادة او محل تجاري سكن شخصي او مشروع استثماري الفرصة بين يديك مع شركة اي ام للتسويق العقاري والتشتبات حيث توفر لك العديد من الخدمات ومنها اختيار مكان مناسب لك او لنشاطك بسار خيالي وبخصومات فريدة لجميع اهار سودان لن تجدها في اي مكان اخر وكذلك هي شركة متخصصة في الفرش والتشتيب من خلال فريق عمل احترافي ومتخصص من مهندسين وعمال على اعلى مستوى من الكفاءة والخبرة مع اي ام ستضع بين يديك خبرات لعشرة سنوات في مختلف جميع العقارات من تسويق واستثمار عقاري وحتى الفرش والتشتيبات لكل سوداني اغتنم فرصتك في الاستثمار العقاري بحضورك معرض مصر السودان العقاري الدولي اهلا وسهلا بكم وارجعنا لكم تاني مع برنامجكم مستشارك العقاري مع اي ام اي ام هي شركة مصرية سودانية قلنا شراكة بين مصر والسودان هي شراكة بين خمسة اشخاص اعضاء مجلس ادارة انا المصري الوحيد اللي فيهم ومعي اربع اشخاص اخواتي الكبارة اللي بتشرب بيهم سودانيين الجنسية اي ام عاملة اكاديمية او مدرسة او معهد لتعليم التسويق العقاري اه كل حلقة بنجيب في اخر خمس دقائق فيها احد انجازات اي ام اه النهاردة معانا اختنا شهد فيصل سودانية الجنسية عشرين سنة حد كده جميل نحسبه على خير ولا نزكي على الله اه شهد اهلا بيكي اهلا بيكي يا فشوهندس اهلا بيكي شهد عرفينا بنفسك كده تفضلي اه شهد فيصل جينيور سيلز اه بدرس في المستوى الثاني في كلية الطب كلية الطب ايوه ما شاء الله والتحقت بالشركة اللي زي ثلاثة الشهور كده ثلاثة شهور ايوه تمام قوليلي يا شهد ليه فكرتي تمتمي لشركة اي ام بالاخص مش شركة غيرها بس بشرط ام تجاوبيني بصراحة مش عايز مش عايز مجملات انسي بقى صحب الشركة ومش صحب الشركة لا 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 الكلامي من قلبك حالي على قوة والله ما اعرف عن حقك اللي تقولي قولي اوكي طيب طيب زي ما كلنا عارفين انه اصلا شركة اي ام شركة سودانية مصرية وهي اول شركة سودانية مصرية ودي اكتر حاجة جذبتني للشركة انه انا حسيت انه حلقت جو بتاع السودان في الشركة نعم ودي الحقيقة اللي حصلت ان انت مما تدخل من باب الشركة انت بتشوف البخور السوداني نعم العجوب السودانية نعم حتى العمل السوداني حتلاقي الصور بتاعت السودانيين معلجة حتلاقي انه حتى الشركة اللي في الشركة هم اربع سودانيين وانت المصري الوحيد اللي فيه تمام فالحاجة دي عني حلوة يعني انه انا حسيتceğim حاسة انك في وسطة اهلك في وسطة اهلية طيب وليلي يا شهد ايه اللي شركة اي ام اضافته ليكي يعني ايه اللي الشركة زودته لك طيب يعني شركة اي ام يعني اضافت لي حاجات كتيرة انا ما حكدر احصرها من ظنها ايو من ظنها انه يعني قدتني ثقة في نفسي شديد. نعم. علمتنيك يا فاتعامل مع العميل اللي قد اميلي سواء كان سوداني سواء كان مصري. نعم. اا يعني اضافت لي حاجات كتيرة اا يعني ابتدت معاني من الصفر من الصفر صنعت مني ناجح والحمد لله. وانتي بتلطحق بان كان عندك اي ضراية بالتسويق? لا خالص. انتي قلت حققت مني ناجح. ايو كانش عندك فكرة خالص بالتسويق العقارة. لا خالص انا بدت من مع اي ام وهي صنعت من السلد اللي يعني جدام وكده. ما شاء الله. وليلي يا شاهد انت شايفة نفسك فين كده كمان سنة يعني. عايزة ايه يعني كمان سنة نفسك في ايه? والله يا باش مهندس انت زي ما علمتنا ان احنا نكون طموحين وما نعاين لجريب دايما نعاين لجدام ونكون يعني ناجحين وكده. فانا ومنيتين ان شاء الله انها كن طبيبة ناجحة دكتورة ناجحة. اضافة. تكملي كلية الطب بتاعتك. ايو. وتبقي دكتور ناجحة. ان شاء الله. اضافة انها كن ناجحة برضو. وان شاء الله هكون امتلك شركة الخاصة. وعايزة شركة تسويق. ايو ان شاء الله. يعني عايزة ثلاث حاجات. ايو. عايزة تتخرجي من الطب. وعايزة ان انت تبقي ناجحة قوي. وعايزة بقى عندك شركة تسويق. ايو. وعايزة تسيبي البشمان. ايو. والله العظيمة موتك على الهوقت. عايزة تاني. طيب قوليلي يا شاهد اه يعني ايه المميزات اللي في شركة اي ام اه شعرت بيها? طي مش ايه اللي قدمتولك. لأ المميزات اللي انت شعرت بيها. طيب. هو اي شركة يا باش مهندس لازم يكون عندها مناسبة هي تصنع من انه يكون ناجح. مظهور. زي مثلا الانترنت زي اللابتوب زي التليفون. فشركة ام قدمت لنا الحاجات دي بكثرة الحمد لله. بس اضافة لانه هي خدت لنا داعم نفسيا ومعنويا. افتداء منك يا باش مهندس ما قصرت معنا نهائيا. ربنا يا خليك. يعني بيعمل لنا ميتين كلنا. كل نهائة اسبوع وكل نهائة شهر. لازم يعرف انجازاتنا شنو. لازم يعرف احنا وصلنا لشنو. طبعا التيم ليدر سلم الموان ربنا يطراها بالخير. ما قصرت معنا خالص. بتعمل معنا ميتين كل نهائة يوم. نعم. لازم تعرف احنا يعني حقق لشنو وصلنا ليوين. فانا بشكركم جدا بشكر التيم كله على وقفته معنا. وان شاء الله اكون قدر ثقتكم واكون سيلز ناجحة. واكتر ان شاء الله. سؤال مش مكتوب ومش متحضر. هفاجئ البيع الهوى. مين اكتر حد فادك في التعليم بدون احراج. والله ما هزعل. اي يعني قولي اللي انت حاسة بيه امام الله. في الشركة هم تلعة. قوليلي. انت وسلم الموان ورانا. انا وسلم الموان ورانا. اه. تمام تمام. تمام. قوليلي طب يا شهد ايه اللي ممكن تقوليه لاخوتنا السودانيين. طيب. ايش الحالة يعني. طيب. انا ممكن اقول للسودانيين من من هذا المنبر يعني انه انت لازم تستسمع في مصر. انا انا بجد عليك انك انت لازم تستسمع في مصر. لايه? الاستسماء في مصر استسمار ناجح جدا جدا من نسبة للسوداني. فيعني وصل لعشرين مليون دولار. ده الاستسمار السوداني يعني يعني بدل على انه استسمار ناجح شديد. فآه. انا بنصح انه انت تستسمع. انت لازم تستسمع اصله في مصر. بس كيف انك تبدأ مع شركة موثوقة.biesن تبدأ with a firm with a firm. P منصحك بشركة ايام شكرا لك يا شاهد وانا والله كنت عايزة اعود معك اكتر من كده بس وقت البرنامج بشكرك وشكرا لكم وفي انتظار ان شاء الله تجمعنا الجمعة القادمة سبعة ونص ما شاء كان معكم عبدالحفيز محمد عبدالقادر ايام فور الستيت شكرا لكم